الدعم الروسي العسكري للبنان من أبرز المواضيع المطروحة على جدول أعمال الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق إلى روسيا والتي تستمر أياما عدة الوزير المشنوق اجتمع مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخايل بوغدانوف في مقر الوزارة وتم البحث في وضع المنطقة وتطورات في ضوء المسجدات القائمة وقد أشار المشنوق إلى أن الأفكار كانت متطابقة لجهة دعم الاعتدال مطالبا بالدعم الروسي اللوجستي والعسكري لتسليح قوى الأمن الداخلي والأمن العام ثم انتقل المشنوق والوفد المرافق إلى مقر وزارة الداخلية الروسية حيث اجتمع مع وزير الداخلية الروسي بلاديمير كولوكولتسيف وأفضل اجتماع إلى ضرورة تنشيط التعاون عبر الانتربول الدولي حيث طلب الوزير الروسي ضرورة دعم لبنان لمرشح روسيا الاتحادية إلى الهيئة التنفيذية للمنظمة الدولية للانتربول مبديا استعداد بلاده لتدريب ضباط لبنانيين في الأكاديمية الوطنية للشرطة لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وتم الاتفاق أن يعقد لقاء ثاني مشترك في تشرين الثاني المقبل في مدينة مونتي كارلو الفرنسية لاستكمال المناقشات والمباحثات بكل الأمور ذات الاهتمام المشترك على هامش المؤتمر الدولي للانتربول